أيها الإخوة من أجل تصليل الضوء على جوانب هذا الموضوع تتشرف جمية الفتح باستضافة الأخي الفاضل مصطفى مرامد أستاذ البيولوجيا بجابعة محمد الأول بمدينة وجداء لإلقاء محاضرة بعنوان دور المرأة والبصرة في مواجهة تحديات معاصرة فليتفضل ولو الفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أجل تصليل وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية نتقدم بتشكراتنا الحارة لجمعية الفتح فتح الله عليها وفتح بها على هذه الدعوة الكريمة ومتاحتها لنا الفرصة في هذه الأمس المباركة بتجالب أطراف الحديث معكم حول قضية من أخطر قضايا الأمة التي تحتدم فيها المعركة من أخطر قضايا في وقت المضى لا شك أن الأمة عرفت في تاريخها الحديث والمعاصر مجموعة من التحديات هذه التحديات تتسم بنوع من الصراع حول وجودها وجودها كشخصية حضارية واستطاعت أن ترفع هذه التحديات في كل مرحلة من مراحل تاريخها بفضل رجالات النهضة والإصلاح منذ العصر الحديث أي منذ سقوط الحضارة الإسلامية وصعود الحضارة المعاصرة الحضارة الغرية ولكننا نلاحظ أن هذه التحديات رغم هذه المواجهة ورغم استنهار قوى الأمة في شدة المجالات لا تزداد مع الزمن إلا حدة وقوة وعنفية ونحن نودع الألفية الثانية الميلادية نحس بأننا دخلنا منعطفا من هذه التحديات قد يأتي على الأخضر واليابس لم يسبق لنا أن قسنا أو أن دقنا وأن جربنا ثقل هذه التحديات مثل ما نعايشه في هذه الإنعطافة في هذه الإنعطافة فقبل أن نأخذ في هذا الموضوع لا بد أن نبسط خارطة هذه التحديات بصفة عامة دون أن ندخلها بالتفاصيل بالقدر الذي تسمح لنا بملامسة موضوع الأسرة والمرأة التحديات تجد جدرها الأساسي في طبيعة الحضارة المعاصرة التي تأسست على مجموعة من الثوابت ومن المبادل ومن القيم لا تزق عنها قيد أمونا هذه الثوابت هي التي سمحت لهذه الحضارة أن تفرز ما أفرزته في داخلها وفي خارجها يمكن أن نجمل هذه التحديات في أنها تسعى إلى إفراغ الإنسان من محتواه ومن جوهره وإعادة بنائه وفق تصور جديد يخضع لمقاييس ومعايير جديدة لم تعد هذه الحضارة أو حضارة في تاريخ الإنسانية ذلك أن هذه الحضارة عندما اتقطت هذا الإنسان في أبعاده المتنوعة بعد المالي والبعد الفكري والبعد الروحي والبعد النفسي في أبعاده المختلفة فككته إلى أجزال متناثرة ثم حاولت أن تعيد بناءه وفق نموذج ومقياس واحد والمقياس المادي الواحد بمعنى أن هذه الحضارة تسعى إلى اختزال الإنسان في بعده البيولوجي والإنسان هو الكائن الوحيد من الكائنات الحية الذي يتميز في كونه قادر على أن يتمرد على قانون البيولوجيا وقانون الغراريز هذا التمرد وهذه القدرة على ضبط والتحكم في القوانين البيولوجيا هي خاصية إنسانية لم يكن بالإمكان للإنسان أن يحقق هذا الأمر إلا بعد أن زود بقدرات هائلة مكنته من بناء نظام مقابل النظام البيولوجي هو الذي سمح له من أن يرتفع أو ينتقل من مرحلة البيولوجيا إلى مرحلة الإنسان هذا الانتقال نطلق عليه مفهوم الأنسل أن الإنسان حقق أنسلته عندما غاضر الموقع الذي يشترك فيه مع الحيوانات الأخرى فمرحلة الموقع الضائرة البيولوجية هي ضائرة يشترك فيه كل الكائنات الحية إلا أن الكائنات الحيوانية مثلاً لا تستطيع أن تشد ولا أن تتمرد عن القوانين البيولوجية بل حياتها وبقاؤها مرتبط بمدى احترامها بهذه القوانين البيولوجية إلا أننا نجد أن الإنسان قد برهر على أنه قادر على أن يتمرد على هذه القوانين وعلى أن يضبطها ويهذبها ويتحكم فيها فالحيوان محكوم بأوقات معين للأكل والشراب والإخصار لا يمكن أن يحيد عنها فإذا حاد عنه فإذا حاد عن هذه الأوقات المعينة لتلبية رغباته وغرازه فإن الموت أو انتهاء حياته تنتظره في حين أن الإنسان يستطيع أن يهذب ويضبط ويكبت ويتمرد عن هذا القلو فيستطيع أن يأكل متى شاء وأن يشعر المتى شاء وفترة إخصابه لا تتحدد بيولوجيا إنما تتحدد وفق رغباته ووفق قدراته هذا الجانب هذا البعد الذي سمح له بأن يتميز عن الإنسان سمح له من خلال نظام آخر غير النظام البيولوجي هو النظام الثقافي فالثقافة هي التي سمحت للإنسان أن ينتقل من مرحلة البيولوجيا إلى مرحلة الإنسان فإذا كان الحيوان واحدا من حيث الوصف البيولوجي الذي يحدده في مجموعة من المظاهر الخارجية العضوية والعلاقات الكيميائية والفيزيولوجية فإن الإنسان لا يتحدد وفق قاعدة البيولوجيا لأن الإنسان ليس أعضاء أو مظاهر خارجية لا يتحدد من خلال مجموعة من الأعضاء أو من خلال مجموعة من العمليات الكيميائية والفيزيولوجية بل الإنسان أكثر من هذا الإنسان أكثر من هذا لذلك تجدون في ما يخص الإنسان هناك ضائرتان تتقاسمهم الضائرة الأولى هي الضائرة البيولوجية التي يلبي فيها رغباته البيولوجية ويشترك فيها مع الحيوانات الأخرى والضائرة الأخرى هي الضائرة الثقافية التي يحقق فيها أنسنة أي قعده المتسامي والمتعاري الذي روحظ أنه في تاريخ الإنسان أن الإنسان لا يعتبر نفسه إنساناً إلا إذا أنكر الحيوان الذي بداخله فتجده يضفي على كل سلوكاته وممارساته بعداً ثقافياً ولا يرغى أن ينبي رغباته أو أن يخضع لغرائزه كما هي وكما ينبيها الحيوان فالحيوان عندما تشتد به يشتد ضغط الغريزة غريزة الجول تجده يبحث عن كل الوسائل ويستنفر كل قواته وقدراته العظمية والذكالية لتلبية رغبة غريزة الجول لكن هذا الإنسان لا ينبيها كيفما أوتيه ولا يستنفر كل قوات للحصول على هذه لإشباع هذه الغريزة بل تراه يضفي على غريزة الإشباع وعلى غريزة الجوع بعداً ثقافياً متسامياً فيرافق مثلاً أكله بمجموعة من التقوس كيفما كان هذا الإنسان بصنوات وبدعوات وبمجموعة من التقوس تصاحب أكله عندما يغادر بيته للبحث عن الصيد لا تجده كالحيوان الذي يرسم ويرسم لإسقاط فريسته إنما تجده يصاحب رغبة الصيد التي تحاركها غريزة الجول يصاحبها بنوع من التقوس التي تتعالى عن البعد البيولوجي وعلى أيةها لا يمكن أن نفسرها من الناحية البيولوجية بل تدخل في إطار الثقاف إذن الإنسان بطبيعة الإنسان يتمتع بطبيعة مزدوجة هذه الازدواجية في الطبيعة هي التي سبحت لها أن يكون سيد هذا الكوم وأن يستخلف في هذا الكوم لأنه يضبط قانون البيولوجيا ويتمرد عنه فإذا كان خضوع الحيوان خضوعا مطلقا للقوانين البيولوجيا فإن خضوع الإنسان لها خضوعا نسبيا التعامل مع هاتين الضائرتين تختلف باختلاف الحضارات والثقافات فمن حضارة ألغت البعد المادي في الإنسان بمعنى قطعت الإنسان عن الضائرة البيولوجية فأنكرت غرائزه وألغت حاشياته المادية وكبتتها ولم تعترف في الإنسان إلا في بعده المتسامل في الضائرة الثقافية ذلك منزع المسيحية في أوروبا مثلا ومن حضارة أو من ثقافة ألغت البعد المتسامل في الإنسان وقطعته عن هذه الضائرة الثقافية وحفظت للإنسان واعترفت بالإنسان في ضائرته البيولوجية المادية أي لا تعترف بالإنسان إلا للمنظور البيولوجي وما يحرج عن البيولوجيا ما تحدده البيولوجيا لا تعترف به ذلك منزع الحضارة المعاصرة الحضارة المعاصرة سعت منذ بداية إلى إعادة إنتاج الإنسان وفق هذا المنظور قطعه عن الضائرة الثقافية وحصره واختزاله في الضائرة المادية البيولوجية وهو ما عبر عنه أحد فلاسفة الألمان يابير ماركيز بالإنسان ذي البعد الواحد ولد هذا الإنسان مع ظهور هذه الحضارة المعاصرة هذا الإنسان هذا الإنسان ذي البعد الواحد هو الذي ستحمله هذه الحضارة لتبشر به بقية العالم وتقدمه كنموذج لكل الكون هذا الإنسان ينظر إليه ككم من اقتصادي وظيفته وظيفته الإنتاج والاستهلاك ولا يهم الحضارة في هذا الإنسان إلا جانب الحواس فيه والغرائز فتخاطبه وتنتج له وتصيغ له الثقافة التي تؤطره من هذا الجوال أي تشبع حواسه وغرائزه فقط لأنها لا تعترف إلا بالبعد الواحد هذا الإنسان الذي كما قلت هو الذي حملته الحضارة المعاصرة إلى العالم واجعلته نموذجاً تبشر به الثقافات الأخرى سنحاول أن نرصد تمظهورات هذه الفلسفة على مستوى المجتمعات الأخرى وبالخصوص على مستوى مجتمعات بما أن هذه الحضارة ذات منزع عالمي تريد أن تهيمن على كل البشرية فلشك أن هذا النموذج هو الذي سيعتمد كقالب يصاع فيه الإنسان على مستوى الكرة الأرضية بأكملها في مجتمعاتنا أرسل مجموعة من الآليات ومجموعة من الأدوات الفكرية والنفسية لدى إنسان هذه المجتمعات ليتعارف مع ما نسميه أو ما نعتبر أنه الحق وهو ما نسميه بالأدات الشفرية كل حضارة تبني لدى إنسانها أداة شفرية يتعارف ويتعرف على خطاب هذه الحضارة ويتفاعل معها في مجتمعاتنا أرسية هذه الأدات الشفرية منذ انطلاق الحضارة الإسلامية منذ انطلاق الحضارة الإسلامية أعيدت سياغة الإنسان وفق نموذجه الوحي فاعتبرت مرحلة النبوة مرحلة تأسيس للأدات الشفرية عندما سئل أحد الصحاب عن الكيفية التي كان يربي بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فأجاب كان يفرغنا فيملأنا كان يفرغنا فيملأنا عملية الإفراغ وإفراغ الإنسان من رواصب الجاهلية وملئه برواصب الوحي لذلك تشكلت هذه الشبكة الفكرية والنفسية والروحية لدى إنسان هذه المجتمعات تسمع له بأن يتعرف على خطاب الفطرة الذي يسميه الإسلام بخطاب الفطرة لذلك إنسان هذه المجتمعات يتفاعل مع خطاب الفطرة بشكل تلقائي ولا يتطلب منه الأمر تكويناً معيناً أو مستوى معيناً حتى يدخل في تفاعل مع خطاب الوحي أو مع خطاب الفطرة طبعاً الأمثلة متعددة في تاريخنا خاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يهمنا في هذا الأمر هو التقاط هذه المسألة أن الحضارة عندما تنطلق تسعى إلى تأسيس هذه القاعدة الأساسية لدى إنسانها حتى يستطيع أن يستمر في حمل مشعل هذه الحضارة حتى وإن بهتت وخفت شعلة هذه الحضارة يبقى الإنسان هو المشعر لأنه يحمل هذه الأدات الشفرية التي بها ومن خلالها يتعرف وينتج خطاب الفطرة لذلك منذ البداية خاصة بعد حلول الاستعمار في بلداننا انتبه البرغ إلى مسألة أساسية أن اكتساف هذه المجتمعات والهيمنة عليها تقتضي فيما تقتضي اكتساف هذه الجماهير وما لم تكتسب هذه الجماهير لن تكتب لي هذه الحضارة الهيمنة على هذه المجتمع بل ستظل صامدة تقاوم وتمانع على الفضوع وعلى التبعية ذلك كان مصير الاستعمار مع المجتمعات حينما واجهته بشدة الوسائل وتكبد خصائر فالحة خرج منها دليلاً ولكن فروجه لم يغفر عن ابتكار أدوات وأساليب جديدة ستسمح له بالرجوع إلى بلداننا ولا جكل بشكل غير مباشر حينها فقط انتبه إلى أن هذه الجماهير تتمتع بشبكة من الآليات كما قلت الفكرية والنفسية والروحية هي التي تسمح لها بإنتاج ثقافتها الرمزية التي توقن فيها سوالة الجهاد مثلا سوالة المقاومة والصموط وعدم الرضوح والاستسباب على أي حال هناك نظاماً أساسياً قاعدياً لدى كل إنسان هذه المجتمعات يحمله في داخله هو نظام القيم نظام القيم هذا هو الذي يسمح للمجتمعاتنا أن تحدد ما هو الجميل وما هو القبيع ما هو الحلال وما هو الحرام ما هو المستقيم وما هو الضال إلى غير نظام القيم هو الذي يسمح لنا بأن نشترك في رؤية شيء ما ونحكم عليه حكماً واحداً عندما بوحداً من طرف الغرب أن نظام القيم هذا هو الذي يفعل فعله وينتج حالات السمود والجهاد التي أظهرته رغم قلة الزاد والإمكانيات سيعمل الغرب على إبداع وسائل لتفكيك وتفتيت جهاز القيم هذه سيعمل في البداية على فتح العقول بعد أن فتح الأراضي سيعمل على فتح العقول فتح العقول سوف يتم من خلال واسطة الكلمة وذلك ما نسميه بالتغريب الفكري من خلال نخب سياسية ستتربى في أحضانه وستحمل المشعل بالنيابة عنه وستعمل من خلال فعل الكلمة الساحر في فتح العقول الفتح لا بين كوسين بالمعنى السنبي للكلمة فتح العقول هو الذي سيمكن للحضارة المعاصرة أن توزو هذه العقول فتخلق في مجتمعاتنا حالة من الفوضى ومن التشوش لم نعهد هذا المقر إنسان أصير لكن يحمل فوق كتفيه رأسا لا تنتمي إلى هذه المصار إنسان منشطر إلى قسمين انشطارا انفصاميا يعيش على مستوى الفكر يستند على مستوى الفكر إلى مرجعية خارجية وعلى مستوى السلوك يعيش التقليد ويعيش الأصار ويتمظهر هذا في نمط تفكيره وفي لباسه وفي سلوكاته وفي معماره بمعنى أن الازدواجية الانفصامية أصبحت قانونا يحكم هذه المجتمعات منذ أن انتقل الغرب من مرحلة الاستعمار المباشر إلى مرحلة فتح العقول لغزوها هذا الانشطار يتجلب في ازدواجية على مستوى المرجعية أصبحت المرجعية الإسلامية تنافسها المرجعية الغربية تتعايشان في ثراع إما صامت أو بارز على مستوى اللغة على مستوى السلوك وعلى مستوى أمات التفكير وعلى كل مستوى بمعنى أن هذه المرحلة أفرزت لنا أو قسمت لنا المجتمع إلى قسمين قسم يستند إلى مرجعية وافدة وقسم يحتمي بمرجعية تاريخية تراثية أصيبة إلى هذا الحد الغرب اعتمد في هذا الفتح بين قوسين غزو العقول اعتمد على ثلاثة وسنة أسعفته في الوصول إلى فتح العقول بعد أن امتنعت في الفترة مرحلة الأولى مرحلة الاستعبار القطب الأول هو المدرسة القطب الثاني الكتاب والقطب الثالث المعدل نجمل هذه الأقطار في العملية التربوية التعليمية التي راهن عليها الغرب لفتح عقول هذه المجتمعات وإخضاعها له لتقوم بالنيامة عنه في إعادة إنتاج ذلك الإنسان الذي أحدثنا عنه ولكن سيتبين مع مرور الزمن سيتبين أن هذا الأسلوب الذي ابتكره الغرب بعد خروجه وحلول الاستقلال لن يمتي أكله كما كان يترش رغم ما فعله في مجتمعاتنا وما خلفهم من خسائر فادحة يكفي كخسارة فادحة وفضيعة الانشطاع الذي أصاب المجتمع وأصاب الإنسان هذه ازدواجها في شخصياته رغم ذلك انتبه إلى أنه لم يحقق ذلك الاكتساح الشامل على مستوى المجتمع لأن العملية التربوية التعليمية لا تشمل الجميع بل نخباً معينة فالأمية ما زالت ضاربة أطنابها في المجتمع والذي يقبل على المدرسة عدد المحدود إن كان مهماً بالنسبة إلينا ولكن بالنسبة له تحقيق الاكتساح الشامل وإخضاع المجتمع لم يتحقق من خلال هذه العملية كما قلت محدودية العملية التربوية التعليمية التي تصيب عدداً محدوداً من المجتمع ثانياً أن الكلمة كواسطة لفتح هذا العقول التي تعتمده هذه الأقطاب الثلاثة التي تحدثت عنه الكلمة تقتضي تقتضي مستوى معينة وتهيئة معينة تدى المتلقي فحتى يتفاعل مع خطاب التغريب لا مدى المتلقي أن يكتسب مستوى معينة ولغة معينة حتى يتفاعل معه وهذا الأمر لا يتأتى للجميع من هنا نخبوية هذه الأدات التي اعتمدت في المرحلة الثانية إذن هذا النجاح من زاويتنا الذي اكتسبه الغرب لصالحه لأنه سنرى مع مرور الأيام تمدد ضائرة التغريب أو مرجعية التغريب على حساب ضائرة مرجعية الإسلام هذا التمدد الذي يكتسبه المجتمع من زاوية النظر الغربية محدود لأنه نخبوي لذلك طرح سؤالا أساسيا كيف يمكن أن نصد إلى الجماهير العامة في كل أرجاء هذه المجتمعات لفتحها بين قوصه من هنا كان الانتقال إلى المرحلة الثالثة مرحلة فتح ليس العقول إنما الجماهير وإيجاد أدات أخرى التي لا تقتضي مستوى معينة ولغة معينة عند المتلقي كما تقتضيها الكلمة فكانت الوسيلة التي توسل بها الغرب في المرحلة الثالثة هي وسيلة الصورة بواسطة الإعلام مؤسسة الإعلام فالصورة هي الواسطة الجديدة التي سيسعى الغرب من خلالها إلى فتح هذه الجماهير ليس فتح العقوب أو فتح الأراضي فقد تحقق هذا الأمر إنما فتح النفوس والكلوب لأنه تبين مع مرور الزمن أن التغريب يبقى على مستوى السطح على مستوى الفكر وعلى مستوى الممارسة الفكرية فقط ولا يبرز على مستوى المجتمع إلا لدى نخب أصلاً مهمشة في المجتمع إذن لكي ينغلس التغريب في أرضية هذه المجتمعات لا بد من تهيئة للنفوس وهذه التهيئة أو التبيئة للنفوس حتى تقبل خطاب التغريب تقتضي فتح هذه النفوس والدخول عليها لإفراغها من محتوىها وإعادة بنائها فكانت الصورة أفضع وسيلة بتكرها الإنسان إلى الآن أكثر من الكنبلة النووية لفتح النفوس وإخضاعها فالصورة أولى تلقائية لا تحمل لغة ولا شفارات دي كونت ولا تحمل رموزاً ولا إشارات بل هي تلقائية من طبيعة نفسها لا تستأذن لا العقل ولا النفس وثانياً تبهر الإنسان وتشده إليه إذا كانت الكلمة تحدث ردة فعله وتترك للإنسان مجال التحاور معه والتصادم معه وقابلية الاختيار أو الرفض فإن الصورة لا تمنح هذه الفلسة لا تطلب منك الإذن كما تطلبه الكلمة بل تداهمك في عقر ضارك فتختارك إلى الداخل وتشل إرادتك في حرية التفكير وحرية الاختيار فإذا كانت الكلمة قد فتحت العقول فإن الصورة عندما فتحت النفوس شلت إرادة التغيير لدى الإنسان ولا يسمح له بالتفكير بالاختيار بالنقد بل تدخل عليه وتعيد تأثيث داخله فيبرز هذا على مستوى الذوق وعلى مستوى النظر على مستوى السلوك على مستوى اللباس على مستوى العلاقات على كل المستويات بمعنى أن المرحلة الثالثة س... إننا ندرك معها أن الاكتساحة إن لم تبرز قوى في المجتمع تنمي ثقافة الممانعة ثقافة المقاومة ستكون... ستحقق اكتساحاً شاملاً من يسبق له المثيل فنرى أن الضحايا تتساقط يوم بعد يوم أمام قنواته الإعلان صرعاً مبهورةً دون أيّة إرادة في التغيير أو للتوقيف لا نستطيع أن نقول لا للصورة لا نستطيع أن نرد هذا الزخم الهائل من الصور التي تقذفنا بها قنوات الإعلام المتعددة لذلك ليس غريباً أن تجدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت ميزانية ضخمة لتقيم على مستوى حدود إيران أكثر من 32 قناة تلفزية تبث برامج خاصة موجهة إلى إيران لماذا؟ لأن لا الكلمة ولا القوة العسكرية استطاعت أن تفتح إيران وأن تخضعها وأن تلغي الحواجز بقدر ما تفعله الصورة التي لا تستأذن أحد والتي لا تنتظر إذن الحدود الجمهورية أو الحدود السياسية هي تتعالى عليها لماذا هذا التقديم عن هذه المراحل التي اقتضاها التغريب حتى يدمر حتى يفتت تيانات المجتمعات هذا التقديم كان ضرورياً لنرى من المستهدف الأساسي في عملية التفتيت هذه في المرحلة الثالثة في المرحلة الأولى في المرحلة الأولى مرحلة الاستعمار كان الاستهداف هو الأشياء والأجساد الأشياء هو نهب خيرات هذه البلاد والأجساد إبادة هذه الشعوب أو إذابتها في مشروعها في المرحلة الثانية المستهدف هو العطل الذي ينتج الفكر وينتج التصوير في المرحلة الثالثة المستهدف الآن هو الأسرة المرأة هنا يسمح لنا الحديث من التقاط الملاحظة أساسية سنعتمدها سنتكئ عليها للمغامرة بدفع بهذه الفرضية وهو أن الفرق الجوهري من بين الفروق بين الحضارة المربية والحضارة الإسلامية أن الأسرة في الحضارة الإسلامية تبدو هي نواة المجتمع ونواة الأسرة والحضارة هي المرأة بمعنى أن الأسرة تحتل موقع مركزياً في الحضارة الإسلامية لماذا موقع مركزياً؟ لأنها أي الأسرة هي التي تنتج القيمة والثقافة الرمزية وبالقيمة والثقافة الرمزية تصنع الشخصية الحضارية للإنسة وإذا لكنا متساويين على مستوى العالم من الذي يصنع شخصية الحضارية؟ يتلك القيمة والثقافة الرمزية والذي ينتج القيمة والثقافة الرمزية هي الأسرة هناك أداتان أساسيتان في إنتاج القيمة والثقافة الرمزية الأدات الأولى هي الأسرة والأدات الثانية هي المدرسة التي أشرت إليها الأسرة هي التي ترضى الأدوات التي يبدأ بها الطفل ينتج هذه القيمة والثقافة الرمزية بشكل فطري والمدرسة تكمل هذه المهمة لتقوم بعملية ترشيد هذه النبتة الأولى وتوجيهها لإعطائها صفة العلمية والمنهجية وبما أن الحضارة الغربية قد ضربت المدرسة الأداة الأولى في إنتاج القيمة وبدأت تنتج لنا كيانات متفسخة كيانات لا تحمل من الانتماء الحضاري إلا الإسم بقيت الأسرة هي الموقع الأخير التي تحتمي فيه الشخصية الحضارية وتحميها لأنها المعقل الأخير في إنتاج القيم والثقافة الرمزية لذلك المرحلة الثالثة التي نعاصرها هي مرحلة ضرب آخر معقل في هذه المجتمعات لإنتاج القيم وإنتاج الثقافة الرمزية إذا كانت الأسرة مركزية في الحضارة الإسلامية الأسرة كنواة للمجتمع ونواة الأسرة هي المرأة فإنه في الحضارة الغربية الأمر لم يكن كذلك منذ نشوئها منذ أن حققت ما يسمى بناغتها ألغت الأسرة إن لم تلغيها اعتبرتها ثانوية الذي احتل محل الأسرة كحلقة مركزية في بناء المجتمع هو الدولة الأم بمعنى إذا كانت الأسرة في مجتمعاتنا هي التي تنتج الثقافة الرمزية والقيم فإنه في الغرب الدولة الأمة هي التي تنتج القيمة والثقافة الرمزية هي التي تنوب عن المجتمع بل أكثر من ذلك أن المجتمع في الغرب جاء بعد ولادة أمة الدولة أن الأمة الدولة هي التي أوجدت مجتمعها وأوجدت شعبها وفصلته على مقاستها في حين أنه في الحضارة الإسلامية المجتمع سابق للدولة الأمة بل الدولة الأمة أو الدولة تحصيل حاصل هو إفراز لطبيعة تطور المجتمع هي حارسة لمشروع المجتمع في حين أن الدولة الأمة في الغرب هي مبدعة ومنتجة لمشروع تفرضه على المجتمع ليحلهم من هنا عرف المجتمع ليساً لم يعرف المجتمع الإسلام الاعتماد التام على الدولة بل ما يعرف اليوم بالمجتمع الأهلي وبين قوسين المدني كان من خصائص المجتمع وليساً من خصائص الدولة المجتمع هو الذي كان يقوم بالأدوار الطلائعية التي تنتج القيمة والثقافة الرمزية فهو الذي كان يقوم بتمويل هذه العملية وباحتضانها وبالصغر عليها والدولة كان مشروعها الذود وحراسة هذا المجتمع من الأخطار الخارجية والحفاظ على الاستقرار والأمن العكس وقع بالنسبة للغرب إذا كانت الأسرة وهذا ما لاحظه الغرب في المرحلة الثالثة قد انتبه إلى مركزية الأسرة في المجتمع الإسلامي فإنه قد سعى إلى ابتكار أدوات جهنمية لضرب هذه الأسرة آخر معقل لإنتاج القيمة والثقافة الرمزية فتصوروا معي لو لا قدر الله تم تدمير هذه القاعدة الأخيرة في إنتاج الثقافة الرمزية والقيمة والقيمة كيف سيكون المجتمع سيكون المجتمع مفتوحا على كل الاحتمالات وهذا الذي نراه ونراحله كل يوم أمام تمدد ثقافة الصورة وما تكتسبه من جماهير يوما بعد يوم إذا كانت الكلمة أنتجت لنا لخبة متغرمة ولكن على الأقل كانت تفكر كانت تنظر أما ما تنتجه الصورة حيوانات ما بعد تاريخية كائنات بيولوجية لا تسيرها ولا تؤثرها إلا ثقافة الحواس وثقافة الغرائز وهذه هي الطامة الكبرى مبكراً انتبه أحد المثقفين الزنجيين كان طبيباً يدعى فونس فانو لاحظ وهو يدرس تجربة المجتمع الجزائري في صراعه مع الاستعمار الفرنسي لاحظوا كيف تتبع هذا التطور في الصراع وهو يرقب ويرسل مكامن القوة والضعف لدى المجتمع الجزائري في صيرورة هذا الصراع مع فرنسي الذي عرف صعوداً وهبوطاً ما الذي جعل المجتمع الجزائري وهو أعزب مجرد من كل سنة ويمتلك إمكانيات ضع ضعيفة جداً يستطيع أن يقاوم أزيداً من قبل جيجاً كان يعتبر طليعة الجيوش في أوروبا بقوته العددية والعددية فبدأ يرسل هذه النقطة فلاحظ أن المجتمع الجزائري يتمتع بقوة فائقة وهو يقضة الحس الجهادي تلك الشفرة والأدات الشفرية التي تحدثت عنها في البداية فمكنته من مطاردة المستعمر ومن إذاقته الأمرين في الجبال وفي المدن فلما أدرك الاستعمار الفرنسي قوة المجاهدين في الجزائر وعدم قدرته لإخضار هؤلاء الناس بدأ يرسل ويدرس ما الذي يمنح القوة لهذا المجتمع الذي كان يعتبره بداياً ومتخلفاً وكيف يمكن أن ينتصر عليها بقوة السلاح أو بغير قوة السلاح فلاحظنا دور المبشرين والمثقفين في رص وبراصة للمجتمعات مجتمع جزائري من الداخل فلوحظ أن قوة المجتمع الجزائري والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة القوة تكمن في المرأة وأن الرجل يستمد قوته من المرأة أن المرأة تشكل القاعدة الخلفية اللوجيستيكية بين قوسين التي تمده بالأسلحة التي بها يفتق بالمستمر فلاحظ أن المرأة ليس كما كان يعتقد أنها مهمشة ومتوق عليها داخل البيت ووراء الهجاب هي كائن ملغي وهامش بالعكس إن قوة الرجل الجزائري تكمن في قوة المرأة إلى درجة أننا نجد فرونس فانو يسمي المرأة لاحظ مستودع الأسلحة لماذا مستودع الأسلحة؟ لأن قوة الرجل يستمده من المرأة هي التي تمده بالسلاح الذي بيّن قوم وذلك الذي قصدناه في البداية أن الأسرة ونواتها المرأة هي التي تنتج القيام والثقافة الرمزية وإنتاج القيام هي السلاح الذي يعبئ الإنسان فتتساوى لديه الموت والحالة ويعتبر الجهاد ضد الغاز ليس فقط واجبا إنما فرضا فيقول فرونس فانو أنه طبعا يسرد ما قولت لبعض الضباط الفرنسيين عندما اكتشفوا هذه الحقيقة المذهلة فقال أنه مباشرة بعد اكتشاف هذه الحقيقة بدأ الفرنسا تغير في السياسات فبدأ ليلاحظ في ميناء الجزائر عوض إنزال أساطير الجيوش التي كانت تسرح في الجبال لمطاردة المجاهدين بدأ يلاحظ عوض الجنود إنزال عشرات بل المئات من الممرضات ومن المساعدات الاجتماعية معركة جديدة بأسلوب جديد وبأدوات جديدة عوض السلاح والجيوش المرأة عبر قناة المساعدة والتبرير فيقول أن هذه المضيفات الاجتماعيات والممرضات تسررت داخل المدن الجزائرية لتبحث حسب تعليمات هؤلاء الضباط للبحث وراء الإجاب ووراء الجدار عن المرأة مستودع الأسلحة فبدأت نجحت هذه الخطة في استجلاب النساء وإخراجهن من البيوت بالمعنى الرمزي للتمرير وللمساعدات وللإعانات الاجتماعية فيقول أنه وراء كل كيلوغرام من الطحين كانت تصاحبه ألف لعنتين على المجتمع الأصلي وعلى الرجل الجزائري وجهاده ومشاكله وعلى الحجاب وعلى 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 ومع كل قرص من الدوار ألف لعنتين على التاريخ من هذه المجتمعات وعلى تخلف النساء وعلى 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 فيخلص فرنسفانو إلى أنه مع الزمن لاحظنا اختلال التوازن في السنة فبعدما كانت القوة الجهادية في الجزائر تكبل الخصائر لجلوش الفرنسيين استطاع الجيش الفرنسي أن يطوق الرجل الجزائري من خلال استحوامه على مستودع الأسلحة الذي هو المرأة فبدأت المرأة عوض أن تنتج الأسلحة القيمة والثقافة الرمزية الأصيلة التي تحيي جدوة الجهاد والمقاومة لكل غازي أصبحت تنتج قيمة وثقافة الرمزية الأخرى دخلت في سراع ليس مع المعمر إنما دخلت في سراع مع الرجل وانتقلت المعركة من بين الجزائر والاستعمار إلى بين المرأة الجزائرية والرجل الجزائري وهكذا انتهت المعركة الأولى في المرحلة الأولى لتستأنف فرنسا دورها في المرحلة الثانية التي تسمى نراحل من خلال هذه المسألة مسألة ظاهرة أو ملاحظة أساسية أن نظام القيم في المجتمع هو الجوهر الذي يشكل الشخصية الحضارية لهذا المسأل بمجرد ضربها وتفتيتها وتفكيكها ينهار المجتمع مهما كانت قوته المادية بل إن قوته المادية يستمدها من نظام قيمه ومن ثقافته الرمزية لذلك ضرب المرأة ضرب الأسرة من خلال ضرب المرأة إن ضرب النواة هو إتلاف للخليل التي هي المسألة هو ضرب لمصادر إنتاج القيم والثقافة الرمزية إذن فلاحظنا أنه في المرحلة الأولى تم ضرب المدرسة من خلال فتح الرقور وفي المرحلة الثانية تم ضرب الأسرة التي نواجه ضرب الأسرة من خلال المرأة وتم من خلالها ضرب وفتح النفوس وذلك هو فعل الصورة اليوم الذي يستهدف بالأساس المرأة ولاحظنا في بلادنا مثلاً أنه خلاف البلدان الأخرى التي تعاملت مع المد الإسلامي ومع الحركات النهوضية بالقمع وبالإقصاء أن سياسة بلادنا لم تعتمد هذا الأسلوب في قمع وفي إقصاء هذه التيارات أو في هذه الحركات بل اعتمدت أسلوباً منذ البداية أسلوباً منهجياً دقيقاً خطيراً هذا الأسلوب اعتمد طبعاً بالنيابة عن الغرب في إدراك الصراع بين حركات النهوض وبينها إن الصراع يقع حول من يكسب هذه الجمالين من يكسب الجمالين يكسب المعرك وبما أن هذه الحركات النهوضية تعتمد خطاب الفطرة التي تتعارف معه الأداة الشفرية التي سبقت الإشارة إليها فإنها تتفاعل مع هذه الحركات فتكتسب المعرك لذلك الدول الأخرى دخلت في صراع يتسم بالعنف وبالقمع مع هذه الحركات لإقصائها عن مخاطبة الجمالين في بلادنا لم يقع شيء من هذا النهوض بل انتبه من البداية أنه عوض أن يكون الصراع مباشر فيجب أن يقع الصراع على هذه الجمالين من يكسب الجمالين لصفه واكتساف الجماهير من طرف الغرب شكرا